هل في رواتب الصلوات الخمس قراءة بعد الفاتحة أم تكفي قراءة الفاتحة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن السنن الرواتب وغيرها من الصلوات من صلوات النوافل يقرأ فيها ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة وإن اكتصر على الفاتحة أجزأ في الفريضة وفي النافلة ولكن الأفضل والمستحب أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في النوافل رواتب كانت أو غير رواتب وأما في الفريضة فإن كانت الصلاة ركعتين كصلاة الفجر يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين وإن كانت أكثر من ركعتين كالمغرب والعشاء والظهر والعصر فإنه يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن وأما في الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من الرباعية فإنه يقتصر على الفاتحة هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو اقتصر على الفاتحة في الجميع لا أجزأ لكنه خلاف الأفضل